سلام الله عليكم. طلاب الثامن الفخمين. افخم ناس انذا كوكب واكبر لب العيونكم. وينكم يا كبارز? يا كبرزات? وين رحتو? اشتقتلكم? وينكم? والله زمان عنكم. الساد ما انت قبل شوية حضرنا الحصة اللي قبل شوية. انت صرت لحيك تشتغلنا يا زنمين? اه دايما مش اشتغلكم انا. مش عجبكم? مش اشتغلكم دايما. ولكو انتو هون. والله فخمين. فخمين انجة. مش هم بالانجليزي تيجي. وكبارز وكبرزات. وافخم ناس انذا كوكب. ونبدأ بالدرس اليوم الخامس من هاي الوحدة. اللي فقلنا. الاسس. النسبية والقزور. الاسس النسبية ماشي. والقزور ماشي. ايش القزور? الجدور. اه جدور. تعالي نشوف انا وياكم اليوم الجدور. وشو قصة الجدر. الحبيبنا هضا الجدر. الجدر هضا المرتب. نمتكتك يا سلام عالجدور. شو بتقول الجدور? معطينا رسم الجدر. بتعرفوا اكيد كلياتنا. احنا ناس فخمين. ومنعرف انه هضا هو الجدر. هضا اسمه جدر. الجدر يا عيني. هطوا هيك جدر. هطوا هون ايه? هون اين? نظلي هضا الرمز هضا هضا. اللي كدبناه هون. هضا رمز مين? رمز الجدر. ماشي. ولي تحت الجدر اسمه المجدر. مش لمجدر. المجدور اسمه. ولي هون 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 شايفين هذا هذا الجدر خليناه غير اللون بس لانه اللون هضا زي نفس اللون هاض. هذا هضا الرقم شايفين وهذا اللي هون هون? هضا اسمه دليل الجدر. شو اسمه؟ دليله ها في ضمه هون. دليله الجذري يا السلام عاللغة العربية مرتب عندي انا. اسمه دليله الجذري. دليل الجذر اسمه. طيب يا سيدي اعرفنا رمز الجدر وشكله وعرفنا مين المجدر مين المجدر المجدور المجدور يا زرمي اه وده ليه للجدر اجي بالكلمات شو بقول لي لأي عدد حقيقي ايه واي عدد صحيح ان اكبر من واحد فإنا إلا إذا كان اقل من السفر وإن غير معرف ايش تحكي يزمي مش فاهم شو هذا مش فاهم ولا حاجة لا يزمي خلاص اضربش رازق في الهي تستنى شوي تعال اقول لكم شغلي احنا عنا جدر صح هاي جدر مثلا ايه وهون فيه ان بقولكم احنا منقدر نكتب الجدر بطريقة اخرى منقدر نكتب الجدر بطريقة اخرى يعني بدل ما هو شكله زي شكل الجدر لا منقدر نكتبه باشي اسمه اسس بس كسرية نسبية يعني بقدر اجي اكتب اللي جوه الجدر هذا ايه هاي ايه حلو طب الايه هايش قوتها بقوله ما في اشي بقوله اذا واحد صح بقوله منحط الداخل على الخارج يعني بصير واحد على ان الداخل على الخارج القوة على برة اه انا هيك بحب اوضل لقولها القوة على برة ماشي الجوة على برة الجوة واحد والي برة قديش اين فصارت ايه قوة واحد على اين تمام تمام يعني هذا الجدر بقدر اكتبه بطريقة ثاني بدل ما هو جدر بقدر اكتبه نفس اللي جوة جدر بس بحط فقه ايهش اس نسبي اس كسر يعني تمام طبق تقتلت سؤال بقدر جار جوع كيف يعني ترجع جوع كبير يعني مثلا مثلا هم يجبوا لي يا هيك ايه قوة واحد على اين بقول لك على طول اكبير زو اكبير زي اذا دائما شفته اشي اي اشي الاس تبعه كسر الاس تبعه كسر هذا الاس اذا كان كسر يعني هو بالاصل شو هو جذر اذا كان الاس كسر فهو جذر يعني مثلا بيجي واحد بيقول لي ايه قوة ثلاثة هاي جذر بقول له ايه زم بقول له طلع ايه زم فوق الايه شو مكتوب ثلاثة هذا كسر بيقول لي لا بيقول لك ان هذا مش جدر احنا منقول اذا كان جذع وكسر بيكون جدر طب رجحها بقول له احط هيك جدر حط الايهاي ودائما نشوفه اللي فوق ركسه اللي فوق منحترمه من دخله جوا مين لفوق الواحد ب Nuxtr Dolor باكتبه واحد بيقول لا ده كتبته أما كتبته ما بيفرق ودائما الواطي الواطي اللي تحت الواطي دائما بيشلوت برا من خلعه الواطي هذا اللي تحت بحطه Gasar وين برا دايما اللي فوق وين? جوا والواطي تنسوهش بره بالشلوتات دايما بكون عينكم. فاذا جذر بقدر اعمله هيك. اذا كانت هيك بقدر اعملها الجذر. ماشي اكبار زي ماشي. بس في عبارة هون قل لي ايها اه بقول لي الى اذا كان اي اقل من صفر. هون بقول لي اذا كانت هاي الاي اقل من صفر. يعني سالب مقصود فيها. اذا كان ما تحت الجذر سالب ها هون سالب. وكان الرقم هذا زوجي. هذا الرقم شو ماله زوجي. طب شاني زوجي? يعني اثنيا اربعة ستة ثمانية عشر اطنعش اربعة طعش ستطعش عشر طعش العشر طعش يعني هاصلا مش عارفين شو مو يزا مش هتقول لي زوجه ولا فردي المهم اذا كان هون سالب والجدر نوعه زوجي هون في رقم زوجي هذا ما يقول عنه غير معرف ماشي اكبرز ماشي اكبرز تعالوا نشوف اول مثال شنو بقلنا اول مثال اول مثال بقلنا اكتب الصورة الاسية في صورة قزرية والصورة القزرية في صورة اسية في كل ما يأتي يعني اذا لقيتوا قزر اعملوا صورة اسية واذا لقيتوا صورة اسية رجعوا لنا يا جدر قلنا له ماشي كبير سعادة بسيطة هذا كسر بدرجلك يا جدر باجي بعمل هيك يساوي بقول له جدر بحطواي اللي فوق جوه اللي فوق الواحد جوه الواطي زت برها هاي اربعة هاي زتت برها الجدر بس بس او بس خلص خلصت كيف لايكاتو العيونك بو رقم اثنين اه هاي جدر بقول له هاي بتعمل هيك الو اللي جوه قداش واحد واللي بره ستة اللي قوه على اللي بره واحد على ستة صارت واحد على ستة اس فوق الو طب رقم ثري هاي رقم ثري ثري يعني ثلاثة اه هاي اللي بترجم ما حدش يقول له انه انت بتحكي انجليزي وإحنا مش فاهمين انجليزي انا بحكي انجليز وبترجم على طول ثري ثلاثة ماشي هاي اه هاي بتحور جدر اذا جدر ثمانية بقوله اللي فوق بحطه جوه واحد في شداء اكتبه والواطي هاض زته بره دايما الواطي بره من زته جميل جميلينج طب هاي بقوله هاي معلم هاي سالب عشرين هيك اللي فوق في شيشي واحد على اللي بره يعني اللي قوه على اللي بره واحد على سبعة اللي قوه واحد على سبعة القوة اللي برا جميل لينك بتقول جميل لينك ومروح لسؤال فرنساوي سؤال فرنساوي فرنسي لان نحن ندخل على فرنس فرنش اتحقق من فهمي اتحقق من فهمي بدو نفس الكيسة اني اعمال نفسي الكيسة هاي كسر هاولها جدر جدر هاولها كسر باشيتا ها شوفتوا فرنسي فرنساوي سهل فرنسي سهل يعني الفرنسي كتير سهل انها بكروح هاي بقول له هاولها جدر يعني هاي بصير هي في الجدر سي سي يا السلام في ناس جماعة سي وناس جماعة مسي جماعة السي وجماعة المسي بتعرفوا سي اللي بيجبوله سي ايش يا جماعة السي وفي جماعة مسي طبعا خلينا ساحنا هون في السؤال هذا سي اللي فوق جوه بحط هون واحد الواطي بزدته برا لهو ثمانية جميلة طب هاي جدر معناته بحولها اس نسبي اكس اللي فوق اللي جوه واحد على برا تسعة اللي قوه على برا واحد على تسعة طب هاي بقول له هاي جدر حولها بصير جدر خمس وعشرين اللي فوق جوه واحد في الجداعي الواطي دائما وين برا جميلة هاي بقول له هاي سالب اطنعش اه اللي فوق اللي جوه واحد والي برا ثلاثة اللي قوه على برا واحد على ثلاثة ماشي اقبارز ماشي اقبارز احلى اقبارز فيك اطرحك يا بلد افخم ناس انزا كوكب. اعنا مدخل العربي مجليزي افخم ناس في الكوكب. منتاز. هذا المثال بسيط قيمة كل ما يأتي من دون استعمال الاحاسبي زاد عالة تنيا زطعم ليش مستعمet الاستعمال ما هزام وريح راسي لي اه اسلام طيب يا الله نمشي زين ما بده دون استعمال الحاسبي. شايفك انت انت شايفك شايفك. مستخدم الاحاسب. Divine مسكت الالحاسب انت. وانت انت انت. شايفك شايفك. مسكت الالحاسبه. ضب الالحاسب انت. وانت ضب الالحاسبه. وتعال بدون استخدام الالحاسبه. ماشي كباردس. يلا روح يا كبيرس. روح طالع معنا. تاجح على هذو. بقول له يا زلم اسمع. هذو انت حط اللي ياوس كسري. بحول لك يا جذري اول شي. غير انها اللون. بله خلينا نشوف انها اللون امرتب هيك. هاي جذر. حلو. بحط الرقم هذو. الهو ميه ستة وتسعين. بقول له قديش اللي فوق. بقول لي واحد. بقول لك بحطه قوة. قوة فيش دعن حط واحد. واللي برا اثنين. اه. حطيت اثنين. بالمناسبة. القزر. من هو القزر. اللي هو الجذر نفسه يعني. اذا كان الجذر فاضي. ها. فاضي. فيش مكتوب هون. نو. ما فيش ايش مكتوب هون. تلقائي الجذر اذا كان فاضي يعني اثنين ما فيه جذر واحد الجذر تلقائي. اذا فاضي شو يعني اثنين. يعني اذا هون مش هي اثنين. هيا حطيت اثنين انا. و احبقلي. لا لا رديش اكتبها. و اقول له اتلقائي انت انا ماكتبه مع اشt انا بفهمها اثنين. تلقائي اما نفهمها اثنين. بدون ما تكتوبها اما اثنين. وبنسأل حالنا سؤال. احنا نسأل حالنا باكتط ago انتوا استلوا حالك اوا اوا استرحالك سؤال. عادي يسألي حالك سؤال. ويسأل حالك سؤال. يا ابو قطيط انا بحبش اسأل حالي. يزم يسألوا حالي. بعينكو الله يزم يسألوا حالكو سؤال يزم. ازاي بقى وطلعنا كيف ده اسأل حالي. ابو قطيط ايك بيرز. برد على حالي شفتك كيف زي الهبيلة. اه جذر مية ستسعين هاي. اه شو يعني? بقول له هذا الجذر ايش? بيقول لي ثنائي. اثنين يعني. بقول طيب بتقول لي انا اعطيني رقم اذا ضربته بحاله بيعطيك مية ستسعين. رقم ابو قطيط ضربته بحاله بيعطيني مية ستسعين. ستسعين. يا زب انت وراسك مربع. ولك رقم اضرب بحاله بيعطي مية ستسعين. مش حفظين جدول الضرب. احفظ جدول الضرب. الرقم البضرب بحاله بيعطيني مية ستسعين هو الرقم مين? ثلاثة عش. لانه ثلاثة عش ضرب ثلاثة عش? مية يساوي. مش خيبيه منها عادي احنا. باقول له حط جدر هيعطي الجدر. باقول له اكتب الرقم هذو. له سالب ستين اربعة وستين عنا. اللي فوق قوة. قوة فيش داعنا اكتب واحد. الواطي زتو برا. هيزتيتو برا. طب يساوي. اسأل حالك سؤال. ابو كتاة انت بظل تقول لي اسأل حالك سؤال ايه. اه اسأل حالك سؤال اه. بدي اسأل حالك سؤال ايه كبيرز كيف بسيه. ايه الشيء كبيرز؟ زي الحسابة العالي المسال حاننا احنا. عطيني رقم اذا ضربت ببعض ثلاث مرات فيعطيني سالب اربعة وستين. قولة شي السالب مليش فيه هي السالب. عتني رقم اذا ضربت ببعضه ثلاث مرات فيعطيني اربعة وستين. رقم عزرفته بحشر entrada اعتنى اربعة وستين. تعال افكر زز افكر زز انا وياكم. لو قلنا مثلا لايك اثنين نضربها ببعض ثلاث مرة. اتنين باثنين. اربعة باثنين. اتنين ثمان. لا مش هو. طب ثلاث ثلاث بثلاث سبع عشرين. لا. اربعة باربعة. ستعش. ستعش باربعة. اربعة وستين. ايه اربعة. وفي سالب سالب. اربعة يعني صارت. ماشي اكبرز. ماشي اكبرز. روحوا نشوف. يساوي بقول له يساوي. بسيط وهي يساوي. اه. بقول له حد جذر. واكتب الرقم هذا. سبع مية وتسعة وعشرين. اللي فوق قوة. الواحد زت برا. هاي زتتو برا ستة. شو معنى هاي? بتقول لي معنى هاي بدي رقم اذا ضربتوا ببعضه ست مرات بيعطيني سبعمية وتسعة وعشرين. رقم اذا ضربتوا ببعضه ست مرات بيعطيني سبعمية وتسعة وعشرين. بدي افكر ست مرات. يا اخي لاثنين في خمس مرة اثنين وثلاثين باثنين عربعة سنين. لا مش لاثنين. نجرب الثلاث انا وياكم. طب ثلاث بثلاث تسعة تسعة بثلاث سبع عشرين سبع عشرين ثلاث واحد وثمانين واحد ثمانين بثلاث ايه صارت تكبر الموضوع واحد ثمانين ثلاثة احنا صرنا اربع مرات ثمانين واحد ثمانين ضرب ثلاثة يساوي لا لسا هيصاروا خمس ضرب ثلاثة يساوي سبع مئة سع وعشرين اوه الرقم البضرب بعضه ثلاث ست مرات بيعطيني سبع مئة سع وعشرين طلح هو الرقم مين ثلاثة. هو الرقم ثلاثة. لايكاتو لعيوناتكو والروح على سؤال جديد. اللي هو الفرنساوي. اه سبب اتخل على الفرنسي. يلا انا اياكم على الفرنسي. والروح لا اتهكك من فهمي. اتهكك من فهمي. استبدأ اتهكك من فهم وبعد ما اتهكك من فهمي واعللكم اياه راح اسك باب الهارة كله. ماشي? يلا روح يا كبيرز. هاي من قوله جذر. ايه? هاذا مش فعل القناة من عزمة. ويشتقل يا زرمي. وين باقي جذر. بحط هون ميتين وخمس وعشرين. اللي فوق قوة واحد فيش داعي. طب واحد احاب بيعمل هيك. بقول له هادي شو برقة معك? ولا اشي. واحد ما هو. الاخير الرب ده اظل نفس الرقم. والواطي برا. اللي هو اثنين. اكتبها. كتبتها او ما كتبتها بفرقش. جميل. يساوي. شو الرقم هذا اللي هو هون? بتقول لي اثنين. بقول لك اعطوني رقم اذا ضربته بحاله مرتين بيعطين ميتين وخمس وعشرين. رقم اذا ضربته بحاله مرتين يعني ضربته مثلا جيت قلت مثلا سبعة بسبعة. بيعطي ميتين وخمس وعشرين. يا حي من جماعة الخمس وعشرين هاي اللي في خمس وعشرين. خمس وعشرين هاي تك 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 تك. جماعة الخمس وعشرين اللي بكون في خمس وعشرين. خمس وعشرين زي? ميتين وخمس وعشرين. ستمية وخمس وعشرين. هذول من جماعة الخمساتو. هذول بقوله. طب لو جينا انا اجلل خمسي بخمسة لا خمسة وعشرين. طب انجرب خمسة عشر بخمسة عشر. اضرب خمسة عشر بخمسة عشر. اذا جدر ها بقديش هاي? خمسة عشر. خمسة عشر. خمسة عشر يعني خمسة عشر. تمام? تمام. طب هون. بقولوا هاي هي جدر. بحط الرقم السالب اثنين اربعة ثلاثة. اللي فوق قوة واحد في شداعي. الواطي زيت برا. حاله. السالب ملكش في السالب. هاي السالب. بدي رقم اذا ضربته بحاله. خمس مرات بيعطيني ميتين وث ثلاثة واربعين. اذا ضربته ببعضه خمس مرات ميتين وثلاثة واربعين. الاثنين ضربته ببعضها اثنين باثنين 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 خمس مرات بعتين اثنين وثلاثين. جربوا الثلاثة يا اخي. ثلاثة بثلاثة. تسعة. ثلاثة سبع عشرين. ثلاثة واحد وثمانين. طب واحد وثمانين ضرب ثلاثة. ها? ثمانين واحد وثمانين ضرب ثلاثة. خلنشوف بزبط هذا ولا لا. ثلاثة. ثلاثة ثمانية اربعة وع ايه والرطيع الثلاث يكبرز هاي ثلاثة جميلينج جميلينج روع اللي بعدين حط جذر وحط الميه وثمانية وعشرين واللي فوق قوة هاي قوة ما وجود الوحل والواطي زيت بره شلو تفقعوه زيتو بره الواطي يا با يا بقطيت شمالكو هادا بدك رقم ضربه بحاله السابع مرات بيعطيني ميه وثمانية وعشرين رقم سوف نضربه بنافسه سبعة مرات فينطيني سبعة ميه وثمانية وعشرين اذا ضربت الرقم في بعضه سبع مرات بيعطيني ميه وثمانية وعشرين طيب ماشي تعني نجرب الاثنين اثنين باثنين 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 الخمس مرات اثنين وثلاثين احفظوها الاثنين في بعضها خمس مرات اثنين وثلاثين دايما مانة وثلاثين ضرب اثنين هيصاره ستة اربعة وتعمل اربعة ستين. طب اربعة ستين ضرب اثنين اربعة ستين ضرب اثنين هيك صرنته سبعة مرات. اربعة و ستين ضرب اثنين مئة وثمانية وعشرين. ايه? والله طلعت السبعة مرات اذا بضروبها بعضها هالي اثنين سبعة مرات اطانيه مئة ثمانية وعشرين. اذا اذا الرقم مين هو? ثو pontosan 2. هذا الترجم موجودة. ما تخافوش. اي شي انجليزي بحكيه بترجب. انا عارف لانه في ناس. يعني لما بقلتو في ناس على طول بكونوا عارفين هذا انه اثنين يعني. في ناس مثلا انجليزيات وضعاف يعني مثلا يعني. تعرفوا انا انجليزياتي قويات. فلما اقولوا مثلا تو بصفون ايك. شو يعني تو? تو يعني اثنين. كيف? ترجم لايك. كله ترجم عندي ما في يعني لازم اترجب لكو انا. ما بقدرش ما ترجم اشي يعني ما بقدر. نشوف يا كبيرز. والله انه نفس الاشي. والله انه نفس الاشي. بس. قال بدل واحد وغيره من الرقم السح. بقولك بالكلمات لأي عدد حقيقي ايه لا يساوي صفرا واي عددين صحيحين ان انا اكبر من واحد فانه بتديك بقبضي شقح. عبيي. الا اذا كان ايه اقل من صفر وان عدد زوجيا. فانجد رنوني يكون قيمة غير معرفة. اذا متعيطيش يا زلمي. تعيطيش يا بنت الحلال. لا تعيطي لا تعيطي يا زلمي. انا بفهمك ما عليك. سيبك من السلافي اللي مكتوبة هون. السلافي كل اياتها الاتي. بقولنا يعني لو جانا جذر. هاي ايه? هون حاطين زي ما هم كاتبين. انا بدي احط لكو. ام وهي ان. ماشي? بقول له يساوي. يزم والله احنا اخدناها قبل شوي. قلنا بتحطه الايه? اللي قوة على اللي برة. اللي قوة على اللي برة. اللي قوة ام. اللي برة ان. ام على ان. طب وقتد هاد نفسه زي ما اطلح. اه يزم. بس هم كانوا هبايل قبل شوي في الكتاب. شو عامنين? قال اول مرة قال انه بكونوا الرقم هاد واحد. فمنقول واحد على ان. ازا قال والله ده كان ام يعني كان اثنين كان خمسة كان سبعة. فمنصي نقول ام عن اين. طب يزم من اول قل لي قل لي اللي قوة على اللي برة وانتهى الموضوع. يعني مرة لدك تحط اللي واحد ومرة مش واحد. اي قل لي اللي قوة على اللي برة ازا مريح راسك. والله انك بتغلب على الفاضي يا ظلم. طيب بقول لك والعكس كمان. اذا كانت اي قوة ام على ان. باجي بقول له الجذر ايه اللي فوق. وين? قوة بنحترمه هاد تعال بندخله جوه. والواطي هاد اللي تحت بنزدته ده من برة. تمام? تمام. في على هاي عالجذر برضو كمان بقول لي هاي بنقدر نكتبها هيك الجذر ايه وبنحط هيك ام. شايفين هاي القوة اللي جوه? بقدر ارفحها. كلها الجذر برا هيك. بالشكل هاد. يعني بدل ما تضلها بالشكل هاد. بنقدر نكتبها هويا. بالشكل. هيدا الشكل. بهيدا الشكل. هيك اللبنينة. دخلنا. طيب نكمل باللبنينة ونشوف المثال. هاد شو بقولنا? كنا اكتب الصورة الاسية في صورة قذرية. والصورة القذرية في صورة قذرية في كل ميتين. نفسي قصة. خد نجيتك. انا روحك. هادوس كسر. حاولوا جذر. بقول لها. اروح ازا ما فعلت لك القلم. يساوي جذر اكس. اللي فوق قوة. الواطي زدته برا. بس يعطيك العافية. بس? اه بس. يزن شفتم مسالها. قلت لك تعيطيش تعيطيش يعني خليك هون وما عليك انت. يساوي. ما اقول له هاي حاولها اوس كسري. هاي بي. اللي قوة على اللي برا. اثنين على خمسة. حالو? جميلة. طب هون. ما اقول له هاي سهلة. هاه جذر. ثلاثين. اللي فوق من احترمه قوة. والواطي بنزدته برا. تمينز. طب هاي دي. بقول له هاي دي. يساوي سالب خمسين. اللي قوة على اللي برا. اثنين على سبعة. ويخلف عليكو. شطار الله خيركو. بس. اه هي كل القصة. تمام يا كبارز? احلى كبارز. روح ايه تاولا وايه رائع? ايه من فهمي. برضو نفس القصة. يا الله يا كبارز. هاي دي. بقول له احولها جذر. هاي جذر. دي. اللي فوق بحترمه جوه. الواطي برا. اثنين. احط? لا. حطيته ما احطت بفرقشة. اثنين. طب هاي. بقول له هاي تساوي بي. اللي قوة على اللي برا. سبعة لاربعة. طب هاي دي. بقول له هاي تساوي الجذر. ثمنطعش. هاي قوس. اللي فوق جوه. تسعة. الواطي برا. هاي خمسة. خمسة طالع ما عايز الاس. ما شاء الله. هاي خمسة. هاو تزبطناها. طب هاي. بقول له هاي تساوي. هاي السالب ستعاش. واللي قوة على برا. ثمانية على ثلاثة. بس بس. والله انه جميلينج. طب روح يا جميلينج ونشوف السؤال اللي بعديه. وشو بقولنا السؤال البعديه. بس خلي نغير اللون. خنشوف اللون هذا كيف بطمعنا. بقول له اجد قيمة كل ما يتدي من دون استعمال الاحاس. يازم انت تتفكر انا انت استمنى الاحاس ولا ما استمنى. يازم احنا خرمنا الهضاكة وبصريش. ماشي ما علينا. كيف الحركة هاي هاي الحركة السحرية هاي بتقدر تعملوها لا اكيد ما عارف اوه. المهم بقولنا سالب ثمانية قوة اربعة على ثلاثة. قلت له يحولها جذر. هاي جذر. وهي سالب ثمانية. وهي اللي فوق قوة الواطي برا. طب بيجي واحد بيقول لها سا بدا اعمل سالب ثمانية قوة اربعة. يعني سالب ثمانية ضرب سالب ثمانية ضرب ثمانية ضرب ثمانية ضرب ثمانية اربع مرات وبعد هنا اخذوه لها الجدر التكعيبي. بقولو لا يا زامي ليش تغلب حالك يا زامي. ما احنا عنا قاعدة بتقولك تعمل هيك جدر السالب ثمانية وهي تكعيب وعمل هيك. كلها قوة اربعة. ينطلع ثلاث مرات. بيعطينا سالب ثمانية بقول له استالي وحط سالب. شو العدل بضرب ببعضه ثلاث مرات بيعطي ثمانية. اه كي يكون دائما نحفظ له هالتنين يا زلم هاي اتنين. جميل جميل. بقول له يساوي. عندي سالب اتنين قوة اربعة. شو يعني سالب اتنين قوة اربعة. سالب ثمانية. يجاب الراس مربع. اللي بقول سالب ثمانية ابرار اثم اه اوعى تقول لي سالب ثمانية. اه يعني هاي. ابي دقيقة تلعيها بصير. ما بصيرش اضرب هاي في هاي احنا. احنا هاي معنى سالب اثنين قوة اربعة. معناها اضرب السالب اثنين في بعضها اربع مرات. يعني هاي مرتين. ثلاثة اربعة. هيك معناها. سالب في سالب موجب في سالب سالب في سالب موجب. هاي موجب. قصلا نشوف هذا الرقم ايش? زوجي. اذا كان في هندي سالب والقوة زوجية بروح السالب. بس اذا كان سالب والقوة فردية يبقى السالب. بظل السالب. طيب السالب راحه كله paniato. اثنين ضرب اثنين اربعة. ضرب اثنين ثمانين. ضرب اثنين. 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 ستة عشر. ستة عشر. يعني ستة عشر. يعنى حتى انه انا ماavaşكي عرب بترجم العربي العامي. عربي بصحى بترجمكم عربي عامي. والله يا زب ان هو حرِمك من اشي. انجليز وبございます. ورياضيات. يا زب م nosotros اتخمي احلى من هيك. ما بدكم احلى من هيك. بالله عليكم cherishكم رياضياتosas اخرى لكم. وعربي بعلمكم. وفرنسي بعلمكو وانجليزي بعلمكو. ظل الطلياني. ما ندخل على الطلياني. فيش مجال خرص. لازم ندخل على الطلياني احنا. اي طلياتو. اربعات وعقات تسعاتو قوة خمسة على اثنيناتو. هاي طلياني هوا بصير الساحيك. يش ساوي. بقول له هي كيف نعملها. بقول له بتعمل اربعة وهون تسعة. وبتحط هيك. وبتحط اللي جدر. وبتحط اللي اللي فوق جوه. والواطب تحطه بره. اتنين. ابو كتيرط اي كبيرز ده ما كتبتش اتنين عادي. ما احنا قلنا يزم كتبتو الاثنين. او ما كتبتوها على الجدر بره عادي. بقول لك ما اشي. بتقول اه السمرو على القاعدة اللي بتقول اربعة على التسعة الجدر. طبعا الاثنين ما كتبناها ما كتبناها عادي. كلها هيك خمسة. بقول لك منتاز. بقول لي يش ساوي. جدر الاربعة قديش. الخمسة هي ما الكمش فيها. هاي الخمسة. هاي زبطها. جدر الاربعة يعني. شو نعد батار بضروبو بحالة وبيعطينا اربعة من قلله اتنين. طب هون جدر التسعة. بقول له ثلاثة. طب انا شو عمل? بقول لك يا ناسة بديك تروح علي فوق هات اول شنبلش في الاثنين. بده ضروبها ببعضة خمس مرات والثلاثة ضروبها ببعضة خمس مرات. طب هنبلش بالاتنين طبوبها ببعضة خمس مرات. اتنين باتنين اربعة باتنين ثمانية باتنين ستاعت باتنين اثنين وثلاثين جميل اقل اسو ادور الثلاثة عضرب بعضها خمس مرات ثلاثة بترات تسعة تسعة بتسعة بتلات تسعة بتلاتي سبع وشرين بثلاثة واحد ثمانين واحد ثمانين ضرب ثلاثة الغراش بعمل لي ويقول له واحد هاي ثمانتاشي ازه مش واحد ثمانية واحد ثمانين ضرب ثلاثة ثلاثة وهون اربع و عشرين متين و ثلاث و اربعين اي مائتيين اربعين ثلاث و اربعين تمام تمام زاته جميلاته جميلين كل حاجة والله انه موضوع سهل و فخم وحتى في الكتاب عندكم اول الموضوع هطين لكم صورة الزرافة هم بيكونوا عملكوا صورة الزرافة يا صاح اه ما انا عارب حاطين لنا صورة الزرافقة لاخر شيء بكونه. طيب ايوة يا كبيرز بلش وين. اه الفرنساوي تحقق من فهمي. انا الفرنسي وصلنا تعالى تتحقق من فهمي احنا. يا زرما شو هاض. يا زرما شو هاض. ونفس صداك يا زرما مالكو. ها مانا. يلا شو يساوي. بقوله جدر. ثلاثين اثنين وثلاثين. اللي فوق قوة. الواطي بره. تساوي بقوله جدر. ثلاثين اثنين وثلاثين. هاي خمسة. وبحط قوة سيك بحط عليه ثلاثة. جميلين بقوله جميلين. بقوله هذا القوة ثلاثة هايها. طب هون شو معناها? بقوله اريد رقما. حلو هاي اريد رقما عجبتني. كثروا لي منها. اريد رقما اذا ضربته ببعضه خمسة مرات ينتج اثنين وثلاثين. شو الرقم اللي بضرب ببعضه خمس مرات ينتج اثنين وثلاثين. اذا مسأل واحد في الدنيا. المفروض صلنا كلنا حظين. هالي هو الاثنين. طب شو يعني اثنين تكعيب? يعني اضرب الاثنين في بعضها كم مرة? ثلاث مرات. هذا الرقم بدي اضربه في بعضه. ثري مرة ثري مرة يعني ثلاث مرات. اثنين باثنين. اربعة. اربعة باثنين. ثمانية. يا كبير ارز. روح. طالع معكم. جميلينج. جميلينج. طب هون? بقول له يا زم تعالى. قل لي يساوي. هاي يساوي. خايف منك اقول لك يساوي. هاي حكيت يساوي. فكرنا خايف. هاي كتبت يساوي. طب بعدين. بعدين. ايوة. قل لي جذر. كبيرز. هاي سالب سبع وعشرين على اربعة وستين. لهو الرقم هاد نفسه. هيحطيت بين قوسين هيك صار عندي. بقول اللي فوق قوة. الواطي. اذهب بره. او زدته بره بالشلوت. هالا بره بصير. بقول له هاي بصير هيك. نقدر نقول لك جذر. سالب سبع وعشرين على اربعة وستين. هاي ثلاثة. هي قوس كله اثنين. يساوي. اقول له يا الله يا كبيرز. حط التربيح حالما لك فيه لهو هون. هايو. تعال له هاي. سالب. هاي سالب. شو العدد اللي بضرب بعضه ثلاث مرات بيعطيني سبع وعشرين. كنا صرنا نقول ثلاثة. منتازين. شو العدد اللي بضرب بعضه ثلاث مرات بيعطيني اربعة وستين. ابو كده شو هذا. يزم جرب اربعة باربعة. ستة عشر باربعة اربعة وستين. يزم يا الله اربعة يا يزم مالكو يساويز. لاحظوا انه هون في سالب والأس زوجي ولا فردي. تقول لنا يا الأس زوجي اثنين. معناته السالب يذهب. الراحة السالب. دائما اذا كان عنا سالب والأس زوجي يذهب والسالب. لا يبقى سالب. اما ده فردي بظل السالب. طب شو يعني ثلاث تربية بقول له يعني ضرب الثلاث ببعضها مرتين. ثلاث بثلاث بقول له تسعة. طب واربعة تربية لضربها مرتين. اربعة باربعة. ستة عشر. اوتشيز اوتشيز. هيا بنا. او ما هذا انه فيل فيل. فيل ضريف. فيها اي اغني للفيل. لان هي ناسيها مش حافظها. ولكن اغنت لكم اياها. يا السلام على الفيل يا السلام. طلع الفيل يا زلمي. والله منظروا هيبي يا زلمي. منظر الفيل هيبي يا زلمي. طلع طلع لهيبي طلع. هيبي 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 هيبي. هيبي الفيل يا زلمي. اتش يساوي المهم ارتفاع كتف ذكر الفيل الاسيوي اتش بالسنتيمترات حيث تي عمر الفيل تي بتمثل عمر الفيل والأتش ارتفاع كتفه بالسنوات اجد ارتفاع كتف فيه العمره 27 سنة بالامتار بدي منكم توجد ارتفاع كتف فيه العمره 27 سنة بالامتار ايها الكبيرز وحبت بقول لي هزا مش سهلة طيب ما تبقول لي بدك ارتفاع كتب فيه العمرو سبع وعشرين سنة مش انت بتقولنا تي هي العمر يعني هاي تي حط مكانة تي سبع وعشرين بس جميل بتقول لي جميل باجي بقول لك اذا اتش تساوي ستة اثنين وستين فاصلة خمسة في الجدر التكعيلي التي اللي هي سبع وعشرين زاد هذا الرقم جميلي بنقول جميلي بنقول له يساوي اثنين وستين وخمسة مضروبة في الجدر التكعيب لها سبع وعشرين شو العدد اللي بضرب بعض ثلاث مرات بيعطين سبع وعشرين بقول له الثلاثة هي ثلاثة زاد هذا الرقم يساوي اللي بعرفش يضرب ها بيجي بالقلي حاسبة بيجي وقول لي هيك بقول لي اطلع ستة اثنين فاصلة خمسة ضرب ثلاثة يساوي جدي اصلي معي وسبعة وثمانين ونص هاي مية وسبعة وثمانين ونص زاد هذا الرقم بقول له يساوي زاد هاي زاد قديش عنا سبعة خمسة فاصلة ثمانية يساوي ميتين وثلاثة وستين فاصلة ثلاثة ميتين وثلاثة وستين فاصلة ثلاثة ابوكتيط الفضل هيك بير زي الفضل هيك بير زي اه ممنوعة للي حاسبة عندنا بالمدرسة المعلمة قالت لنا ممنوعة الاستاذ قالنا ممنوعة يا عمي طيب اقول لك سيبك في القصة هاي شافين هذة ما ضربهم هاي ستة اتنين فاصلة خمسة هاي ثلاثة اضربوه عادي ثلاثة بخمسة بقول له خمستاعش نزل الفاصلة زي ما هي ثلاثة باثنين ستة واحد سبعة وثلاثة بستة ثمانتاعش صح طلع حيو نفس الرقم هاد شفتو كيه طب بنكمل بقتيط جمع لي هاد بقول له تعالي بدك تجمعوا من الرقم هاد حطوا الفاصلة تحت الفاصلة هاي الفاصلة هون في عنا ثمانية هون خمسة وهم سبعة طب بقتيطة هون في شي شي يعني هون صفر في الشي شي خلاص اجمع خمسة وثمانية ثلاثة طاعش بنحط واحد باليد الفاصلة بتنزل سبعة وخمسة طبعا سبعة وخمسة ستة وسبعة و اه شو يزم بتخربط اه عنا هون ستة وسبعة ثلاثة طيب ثمانية وسبعة خمسة وواحد ستتاش واحد وواحد هاي اثنين ميتين وثلاثة وستين فاصلة ثلاثة جميلة يعني حتى لو بعطوناش اي حاسب هاي احنا منعرف ايش نحسى بها بس تقولكم شغلي والله 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 انه في ناس منكم فنان عن جد في ناس منكم ماله فنان طب شو يعني فنان كيف يعني فنان بقول اللي بتعرفي بقطية انا دقيق الملاحظة ايه والله انها كبيرز والله انا كبيرز ايش اي دقيقلملاحظة شو قصة بقول لي اللاحظ في السؤال يعني عدد اتطلعوا كيف هو من لغته لما بيحكوا معه بقول لي اللاحظ في السؤال يعني مبين عنه مب المعلم هاي يعني خينوه بقولوا اوه كبيرز هاي الفيل هاي انا رسمتك لك لفيل هدا رسمتيvie احفكرة الرسمي تبعتها. أنا رسمتها في الهضافكة. قلت له اي دقيق الملاحظة يعني لغة تطلعك. بقول لي انا دقيق الملاحظة. قلت له ماشي. قال لي لاحظ انهم قال لي ارتفاع الفيل بالسانتيمترات. وهون ما طلب طلب بالامتار. والله انك عن جد فنتاستيك يا زلم. انك انت مرتب. الله ينتبع يزم سانتيمترات ومترات يا زلمي. يعني انت لما طلعتهم بالسانتيمتر. لكن انا ما بدي بالسانتيمتر انا بدي بالمتر. يعني هاي سانتيمتر. طب بديها متر. بقول له بتمسك الرقم هاي ده اللي هو اثنين ستة ثلاثة 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 وبتقول له تقسيم مية يساوي بطلع حال قده. والله هاي جميلين. طب ليش قسمتها مية بقتياط? لانه كل واحد متر يساوي مية سانتيمتر. كل متر بساوي مية سانتيمتر. فانا ده بدي حول من سانتيمتر لمتر بقسم هذا الرقم عمية. طب ابقتياط سؤال مع الشي انت قسمت بالأل حسب. احنا لو معناش أل حسب شو نعمل? بقول له بسيطة. تطلع للي تحت كم صفر? بقول لي صفرين. بقول لك امسك الفاصلة ورجحها منزلتين. ليش? لانه عندي صفرين. فامسك الفاصلة هي رجحها منزلتين. وان تو تيجو هون. الفاصلة. فبقول له بصير الجواب اثنين فاصلة ستة ثلاثة ثلاثة متر. ماشي اكبارز. ماشي اكبارز. تمسوش هاي الرسمة بالفيل انا الرسمته يعني مش تفكروا انه هذا. الرسمة عنكم كتابة الرسمة برضو يعني اوه. يعني هي نفسها انا رسمتها. ايام ما كنت فنان انا في ايامها. يزا ما الله بدي اختار له. والله ما عارش اختار يزا ما اه الزلمي هات هيلون يلا يا زمي. هاي الفلاشي بتعرفوها هاي الفلاشي هاي. عرفتوها هاي الفلاشي? لا هاي مش انا رسمتها. اه شغلات تافة يعني اشي بدي ارسم انا مستطيل واحطو له زطمي هاي زتاعت الشاحن يزا ما زيبنا منها يا زلمي. انا برسم الشغلات الكبيرة زي الفيلة. اتهقق من فهمي. تكنولوجيا. تصنع شركة ش تخزين البيانات المتنقلة. يو اس بي. هاي هي اليو اس بي. عرفتوها? هاي صنعتها هون جبتها. اذا استعملت الصيغة هاي. هاي الصيغة شايفينها? شوفناها. لحساب التكلفة سي. اذا سي هي التكلفة. بدي نور الانتاج ان شريحة. فاجد تكلفة انتاج مية وخمس وعشرين سريحة. بدي تكلفة انتاج مية وخمس وعشرين شريحة الذاكرة. السي تكلفة. والان شو هي? ان عدد الشرائح. اذا انت بدك تقول لي امسك هذا الرقم. نحطه مكان ان هون. بتقول له يا الله يا كبيرز. بس كبيرز بقول له اه بقول لي اسمع هذا اول شيء. اعملوا جدر لان احنا مشان نشتغل فيه بنا اياه جدر. بترك بسيطة بنعمل سي تساوي. هاي ثمانين اربعة وثمانين. بنحط جدر. جواته ان. اللي فوق قوة. الواطي الزتي بها الرخ. زائد تسامية وعشرة. جميل جميل. بقول له يا الله. عوض الرقم اللي عطونا يا مية وخمس وعشرين. بقول له ثمانين اربعة وثمانين. جدر هي تكعيب هي مية وخمس وعشرين. وفي تربيع. بقول له لا احنا في نقاط بقول نحطه هون. التربيع هذا. طلعوا برة الجدر. زائد تسامية وعشرة. يساوي. اربعين ثمانية اربعة اربعة وثمانين. سعون بقول له هاي. هاي تربيع. شو اللي حادث اللي بدربوا ببعضه ثلاث مرات بيعطين مية وخمس وعشرين? اللي هو الخمسة. زائد نسعمية وعشرة. طيب. اربعة وثمانين. خمسة تربية. خمسة ربن مش عشرة. ابو رأس مربع وعد قل لي عشرة. خمسة ربن يعني خمسة ضرب خمسة خمسة وعشرين. زائد تسعمية وعشرة. طبعا انا هاي سهل تحسبوها انتو لو ما عكم بشي قلي حاسبة انا بدي حسبها بالقل اللي حاسبة. انا استاذي عمي بطلع لي. صح? ازا من ايها? قل لي ثمانية اربعة اربعة وثمانين ضرب اثنين خمسة يساوي قديش? الفين ومية. انا نجمعنا زائد تسعمية وعشرة. زائد تسعمية وعشرة. مساوي ثلاثة الاف وعشرة. فما نقول له هون ثلاثة الاف وعشرة. وهيك احنا المعلمين في المدارس بكل المعلمين دائما هيك المعلمات. بيجب حلسور لهيك رقام كبيرة. فبيجي بالقل لحاسبة. بحط الرقم. بل امتحان بقول لكم ممنوع تستخدمه لحاسبة. طبعا انت كنت شرح له موضوع تستخدم لحاسبة. علينا. خلينا نستخدمها. ما علينا. هاذ كان موضوعنا ودرسنا اللي هو الاسس الجذري. نحول من جذر لا. من جذر لا اس كسري او من اس نسبي. او منحول من اس نسبي لا وين لا جذر. وطب منا الراجع الدرس. وانتكتك اموره. مش هل الحصة جايك بارز. نبدأ بحل تمرين هذا الدرس. ماشي فخميا افخم ناس انذا كوكب طلاب الصف الثامن الفخمين. ربي يسعدكم ويرضع عنكم ويسعد قلوبكم جميعا كلياتكم. استدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه.